على عتبات الزمن أحداث فتحت لأصحابها بوابة التاريخ الخامس والعشرون من فبراير الخامس والعشرون من فبراير عام ستمائة وخمسة وثلاثين البدايات الأولى لمعركة القادسية بين العرب والفرس بدأت بمناوشات ومعارك صغيرة حينما وجه الخليفة أبو بكر الصديق جيشا عربيا إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه المثنى بن حارثة أخضع هذا الجيش القبائل العربية التي تقطن جنوب الفرات واشتبك مع الفرس قبل أن يستولي على منطقتين الحيرة والأنبار تقهقر الجيش العربي بعد أن وجه إليه ملك فارس يزد جرد الثالث جيشا ضخما قوامه مائة ألف رجل عندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة كانت أحوال الإمبراطورية الفارسية قد بدأت تسوء وزادت الاضطرابات في أقالمها كتب المثنى بن حارثة إليه يخبره بواقع الحال كان الخليفة عمر ميالا إلى قتال الفرس فأخذ يهيئ العرب المسلمين لغزو العراق واقتحام بلاد فارس وقع الاختيار على القائد العربي سعد بن أبي وقاس توجه سعد على رأس قوات جديدة إلى المنطقة قصد القادسية التي كانت تسمى باب العراق حيث كانت جيوش الفرس قد وصلتها بقيادة رستم كانت أعداد هذه الجيوش تزيد على ثلاثين ألف مقاتل في حين لم تكن أعداد جيش العرب المسلمين تزيد على ثمانية ألاف حاول رستم إغراء العرب المسلمين ماديا لكنهم ردوا عليه نحن ندعوك إلى عبادة الله وحده والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم فإن فعلت وإلا فالسيف بيننا وبينك بدأت المعركة تحي البلاد وكان من بين رجاله تلك الأسماء اللامعة محمد بن القاسم قتيبة بن مسلم موسى بن نصير طارق بن زياد في عهده امتدت حدود الدولة الإسلامية من المغرب الأقصى وأسبانيا غربا إلى أطراف الصين شرقا الوليد بن عبد الملك الذي رحل عنا في مثل هذا اليوم من عام سبعمائة وخمسة عشر للميلاد اهتم بالعمران أنشأ الطرق المؤدية للحجاز هو أول من أدخل المستشفيات في الإسلام وأول من أقام نظام الحجر الصحي واهتم بالمعاقين لدرجة أنه خصص لكل أعمى خادما خاصا من آثاره الخالدة المسجد الأموي في دمشق الذي يعد من العجائب ولا يزال حتى يومنا هذا ناطقا بعظمة الوليد الخامس والعشرون من فبراير عام الف وثمانمائة وتسعة وتسعين وفاة أشهر اسم في عالم الأخبار ووكالات الأنباء رويتر بول يوليوس أو البارون فون رويتر بدأ رويتر مراسلة الأخبار عن طريق الحمام الزاجل وذلك عندما لمس الحاجة لسرعة إيصال التقارير المالية إلى الخارج أثناء عمله بأحد البنوك ثم بدأ في أرسال حالة الأسواق المالية اليومية عن طريق التليغراف تركزت أعماله في فرنسا ثم انتقل إلى لندن ودخل مجال الأخبار السياسية وتعاون مع الوكلاء الآخرين لتكوين عمليات رويتر لنقل الأخبار قامت رويتر بنقل خطاب نابوليون الثالث بعد ساعة واحدة من انتهاء الخطاب في فاريس فظهرت شهرتها ولتغطية أخبار الحرب الأهلية الأمريكية قام رويتر بوضع الأخبار داخل زجاجات وألقى بها في البحر نقلتها التيارات إلى الطرف الآخر من المحيط رويترز اسمه الأصلي إسرائيل بيير يوشوفات وغيره إلى بوليوليوس رويتر بعد أن تخلى عن اليهودية الخامس والعشرون من فبراير عام الف وتسعمائة وواحد وستين الكويت التي تحصل من بريطانيا على سماح بإقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية تواصل مطالبتها بالاستقلال وتحصل عليه اليوم وتلغى اتفاقية عام الف وثمانمائة وتسعة وتسعين بين الكويت وبريطانيا في عام الف وتسعمائة واثنين وستين أعلنت الحكومة عن الدستور المؤقت وفي أواخر عام اثنين وستين اعتمد الدستور الجديد وانشئ المجلس التأسيسي وتلا ذلك في يناير عام ثلاثة وستين انتخاب مجلس الأمة الكويتي بعد بضعة شهور من السنة نفسها انسحبت قوات الجامعة العربية التي جاءت بديلة عن القوات البريطانية لحماية الكويت من أطماع حاكم العراق أنذاك عبد الكريم قاسم واعترفت كل الدول بالكويت التي أصبحت عضوا في الأمم المتحدة الخامس والعشرون من فبراير عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين اليهود يستبيحون الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة ويستبيحون دماء المصلين فيسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في صلاة الفجر وللتنصل منها ألقت السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية على الإرهابي الصهيوني السفاح باروخ جولدشتاين الطبيب الأمريكي الذي يقيم في مستوطنة قريبة من الخليل منذ أحد عشر عاما وعلى مسمع ومرأة جنود إسرائيل المحيطين بالمسجد دخل باروخ المسجد في الوقت الذي خر فيه المصلون ركعا وفتح نيران رشاشه فخروا صرعا في جريمة لا تعادلها إلا جريمة صليبيين الذين ذبحوا آلاف المصلين في المسجد الأقصى بالقدس الذين نجوا من المذبحة أكدوا أن النيران لم تأتي من اتجاه واحد وأن منهالت عليهم من اتجاهات عديدة بعد ساعات فقط اعترف تلفزيون العدو بضلوع الجيش الإسرائيلي في المذبحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر